من الحاجات اللي عملت دوشة على السوشيا للنهار ده برضو آه 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 الفنان إيمان الباحية درويش يمكن أهو مرة أكلم عنه لأنه أنا الحقيقة كنت أنا شخصيا صدمت في آخر فيديو عمله إيمان إيمان أنا عرفه من أكتر من 20 سنة وشاهدت مراحل كلها يعني من زمان قوي عرفه من زمان قوي كنت في انقلاب كل يوم عنده في المسرح مسرحية انقلاب هو ونيلي ودخلت بيته وكلت ما عيشه ملح وكنا نشتغل مع بعضه وشركته أمواج دي اشتغلنا يعني كنت عرف كل اللي حوالي وهو نقيب موسيقين حصلوا ضغوط حصلوا حاجات بعدين بعد ما حصلوا المرض في المخ وغيبوه بالمدة سنة رجع مش هو إيمان اللي قبل كده يعني رجع أي المرض بيأثر على أي إنسان وكنت أستوعب هذا وأفهم هذا الحقيقة لكن أما شفت الفيديو اللي عمل فيه الحركة الإسكندراني أنا زعلت جدا جدا أنا ما عنديش مشكلة إنه ما بحضة رويش يعارض كيفما يشاء ينطقت كيفما يشاء حقه كمواطن مصري يقول اللي هو عايزه لكن مع وضع في الاعتبار بيقصين في حاجة اسمها أولاً أداب الحوار وأداب الكلام وإن أنت ما تخرجش عن الأخلاقيات اللي أنا عرفتها عنك فهو عمل حركة بصوته الحقيقة استفزتني جداً تاني حاجة إنك تبقى واعن أنت ممكن أن تكون تستخدم من قبل جماعة الإخوان الإرهابية هو اللي حصل أنه إيمان تم استخدامه من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وما كنتش أتمنى كده طبعاً هم طلعوا إشاعات وقال لك ده تقبض عليه ده راح فيه وراء الشمس ده راح مرأ وده ما حصلش أنا شخص سألت أكثر من مصدر قال لك ما فيش النهار ده أولاً بارح يا علي أنا سألت من بدري يعني من أسبوع أسبوعين قالوا لي يعني موجود لأنه الناس كتير جداً بره بقى في تركيا ولندن وأمريكا من الجماعة الإرهابية قالوا ده خلاص هذا السفل القميء اللي موجود في أسبانيا ده اسمه الكمبرسي الهربان محمد علي الحرامي ده استغلوا أو قال لك ده كذا وعتقبض عليه وكذا وكذا ما حصلش مبارح إيمان بنت بنت إيمان البحر قالت أنه هو تعبان في العناية المركزة في العناية المركزة فربنا يشفيك إيمان وترجع وممكن نختلف لكن على أرضية واحدة إن إحنا بنحب هذا البلد ممكن رأيك ما يعجبنيش ورأيي ما يعجبكش عادي وارد الاختلاف لكن على أرضية الوطن مش على أرضية الجماعة الإرهابية اللي عايزة تخطف الوطن وتسلمه بالوكالة إلى أعداء الوطن هو ده اللي ممكن يبقى فرق ما بين منطلق كلام وكلام ما بين منطلق غضب وغضب كلنا بنغضب وكلنا بنزعل لكن أنا مش مع أنك تغضب وتستخدم من قبل جماعة معروفة هي عايزة إيه بلدك عايزة تفتت بلدك تضيع بلدك تبيع بلدك بالقطاعي تاريخها معروف وإنت ما قلتش كلمة واضحة في فأنا مش عايزة أتكلم في حاجة في المضمون لكن ربنا يشفيك ويشفي كل مريض أتكلم في حاجة 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 أتكلم في